اشتركوا في القناة الناس لازم تكون مثل هالأكلة لما مكوناتها بتنطبخ على النار بتصير كتلة واحدة وما بقى تنفصل تفضلوا بسم الله الرحمن الرحيم كنت هيك نايمي والبراءة كانت مرتسمي على وشك مثل كانك طفل بس كل هالبراءة الطفولية يلي بوشك ما منعتني أبدا من أني قدت لأبوك وإمك صحيح أنه كازم بيك هو اللي ضغط علي بس أنا يلي اهدلته ولما حسيتي فاتي وبلشت تبكي وحسيت كأنه بعيونك فيه كلام حاولت تركك لحالك بس ما درت بيلان مشان الله بسرعة بيلان ننطلع عشاء ياسمين بكفي هدي حالك كل هالعصبية هي مراحة تفيدنا بالشي بعد شوي ساعديني طمني بيلان بابا لسا تعايش ولا لا قوعة تقلي إنك نسي عن اللي صار يعني مو معقول إنه تنسى ولا الزكريات اللي كنت عم بتقول عنا إنه عم تنهش راسك طارت من راسك وما بقى تتذكرها يا أبو الشوارب ولاك ولاك أنت سبب كله على المشاكل يا واطي ولولاك أنت ما كنت سويت هيك وأنا راسي وما رح يرتع لحتى خلص عليك بابا دير بالك معه سلاح يوسف ابني يوسف شو في يا ابني لا توقفي هيك قدام الباب أمي تركيني لحالي بهدى تعي يلا تركي شوي تعي مريان بيكون متضايق هلأ بيهدى لحالك يوسف 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 ابني يوسف يوسف فتاح ابني لا تشغيل قلب أمك أحسن يا ابني فتاح الباب طيب قل لي شو مدايقك يا ابني وخلينا ندور على حل مع بعض أنا قلت إذا بتحبتها رأي فاتو معقولة بالدكياني راجع كل شي من وراك كأنني ما بعرف شو إلي لازم تعمل لي يا شو هالحاكيهاك شرف طلع يا أبو الشوارب صار لازم تحليق صار لازم تحليق بدنا نروح سوى لعند الحلاء رجع يا بلال أين تشفني رجعت لورة بحياتي يا ملك بس الوضع هلأ تغير عن قبل يا بلال ما حدا غيرك أنت يا اللي تغير مدام أدران ترفع سلاحك بوشي طالعا ما بدك تمنعني انتقم لأبي أكيد رح أرفع سلاح بوشك أبو الشوارب ما إله علاقة بانتقامك هذا كازم عما يستغلك وإنت ما عما تفهم وإنت ممتاز عم يستغلك يا حلو إذا غلبنا كازم قرى ساعة من يكون أخدنا بتارنا وكمان إذا أنا وقفت مع كازم كون ساعة أخدت بتاري من ممتاز بس المنطق بيقول أنه عدو عدوي بيكون رفيقي هلواطي عم يقدر يخرب بين يلي هنن رفقات عن جد قلت لكم تركوني لحالي ما بدي شوف حدا آسد ما كنت بعرف يا بنتي بابا بابا فوت بدي ياك تظل جنبي بابا حاضر يا بنتي ماشي مدام أنت بدي كان يظل جنبك بوعدك ظل ما رح تركك لحالك بعد هاليوم أصلاً نحن ما رح نضل عايشين هون أكتر من هيك هلأ خلينا نطلع من هون على خير وبعدين منلاقي شي محل وبعدين منخبر يوسف على عنواننا جديد ليش البكة ليكون صائر شي ليوسف بتتذكري الخروف يلي جبتلك يا أنت وصغيرة يا ميرنا وقت كنت حاطت عليه حني أنا وقتها فكرت أنه ذن قلت كيف بيتبح الخروف المسكين ما دبحته خروف صغير ما بيندبح كيف بدي اتبح الخروف صغير يا بنتي شو بك بابا؟ ليكي في شي صار وهلأ لازم تعرفي يا بنتي وإذا ما قلتو ما رح قدر ارتاح خير قول شو باك إذا الشي بي رايحك قولو يا كلب شو جاي تعمل هون ولا فهم إنه من هلأ ورايح ما رح اسمع لك ترب على بنتي بابا تركو بابا تركو ما هو كان رح يموتك كيف بدي كان يتركو لهيك تركو بابا أنا ما عد في عندي أعصاب تتحمل أكتر من هيك أنا تعبت صار صعب علي إنه أتحمل هيك وضع وصعب أتحمل الطمعي اللي معم يخلص أنا خسرت كل الأوالي كانت عندي وما عد فيني يقاوم أي حدا بالدنيا أنا قررت شو بدي ساوي أنا ما عد بدي أتطلق من تايم وينك يا ملك؟ أنا عم بلحق أبو الشوارب وين عم تلاحقه؟ لك أبو الشوارب قاعد بالمستشفى عند بنته يا شاطر وإنت مدري وين؟ أنت بديري وهو بديري يعني لو شغلت مخك بشي غير الأكل كنت علق صرطي حنيك وكنا قربنا ننتقم من ممتاز صاروخان ونخلص من عيل القصة قل لي إذا أنا كنت عم بحكي صح ولا أنا عم بحكي غلط فعلا الحق معك أنا ما بدي تقل لي إنه معي حق بدي تروح تورشي له هالواطي إلى وين رح تودي الخياني بالأخير أنت بس جب لي إياه وأنا رح ورجيك بعينك كيف رح أدفن هالخين وهو طيب ومو بس هيك أنت ما رح توسخ إيديك لا بكريك ولا بتراب الأب بيدفن بنته والبنت هي اللي رح تدفن أبوها كمان وإنت قلتها خير يا خانوم سبحان الله ما بلاقيكي غير واقفة بخلتي فجأة خير شو قصتيك شو بور الشيطان اللي براسك أستغفر اللهك عظيم شيطان شو قلت لحالي برجع بكير من المستشفى مشان ضبضب البيت شوي مشان تكوني باستقبال كنتك المصونة يا زكية مهم طبعا معيك حق يا نهال خانوم عنجاد كيف ما كان هي بتكون مرتئبنا الوحيد وكمان رح تكون قم حفيد المستقبل فطبيعي تستقبلي كنتك استقبال مميز بهدول الإيدين رتبية اللي بدك ترتبية لإلها وجهزي لكل شي وأنا رح أحمل حالي وروح أجيبها هي وتي من المستشفى ماشي ايه بس طبعا لبين ما طيبوا بس ديري بالك الكنة بعدين بطمع فيك يا خانوم هم؟ لا بعد ياللي صار ما عادي يمشي الحال بيقولوا الطاب البدق مع اللي بيناسبه يا بيك طيب لو وقت ما يصير حش شي شو رأيك نشيل كلمة بيك شو رأيك؟ يعني إذا أنت اللي عم تقول هيك حكي معناته خلينا نوصل لنفس الباب أكيد رح نصل لنفس الباب بس في مين متخبي ورا هاد الباب وفوقه إنه هاد الرجال بيعرف أساليب كل الناس يالي شرواه بالخير لخناقه معك أسهل من أني أعرف شو قصدك بكل هاد الحكي ياريتك يبوضوح أكتر من هيك مادام هيك سمع أنت وبنتك ما حدا بيقدر يحميكم من أبي غيري أنا وبس لا تنسى إنه ميرنا لسا تمرتي ياريت تتركنا لحالنا شوي مهم طيب شو قلتي يا بنتي؟ هلأ عن جد أنت ما هندك مانع إنه زواجك بيتايم يستمر؟ تايم ما أحق ما حدا بيقدر يحمينا من كازم غير ابنه وأنا كمان بقدر إحميك وأحمي حالي وبعرف منيح كيف وقق بيوشهم لا يا بابا قلتلك أنا تعبت كثير وما بدي حدا فيكن ينضرب نوب أنا بدي مونة عيني شوفك عم تلعب مع حفيدك ميرنا أنت فيك الشي عفوان بس بدي غير المريض قبل ما تطلع من المشفى ممكن تطلع لو سمحت إيه طبعا بابا شو هده اللي ما رح ترتاح لحتة تقلية؟ بدي أقول لك إني زعلان لأني ما قدرت شيل عندك همومك يا بنتي لأنه هذا الموضوع كان كتير متعبني بس بحالتك هاي أنا كنت بدي أقول لك إنه أنا كأب من واجبي هلأ أمسح دموعة لبنتي إذا بسمع إنك زحلت أو لمست إيا شعرة منها رح موتك بإيتي أنا بحب الأميرنا رح ضل إحميها حتى لو ضحيت بحياتي كرمالا الموضوع مو بس إيه هلأ فيه اتنين صاروا بأمانتك هلأ ماذا يعني اتنين؟ بابا؟ بابا؟ كيف تطلع أميرنا خانم؟ لازم تستني لغيرك على الجرح ما عدت تتركني لحالي يا بابا؟ ترجمة نانسي قنقر بابا؟ المتابع 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 مهنك ملال؟ هلأ شفت ملك بالمشفى؟ عمل معك شية يا يا اسمين، فيك شية؟ لا، ما فيني شية، أنا أول ما شفته تصل فيك دغري، ميرنا طلعت من شوي وراء أبوها شكلها كانت لاحقته شكراً يا اسمين شكراً يالله شكراً 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 يا رب من وقت ما وقيت عها الدنيا وأنا بسمع هذا الصوت بس ما بعرف ليش بعمري ما فكرت اني بوت لهؤلاء وصلي مثل كل هالناس الصالحين مظبوط اني هلأ فتت بس ما كنت قصدها ما بعرف وقت اللي بطلع من هون إذا رح أقدر أختي خطوة بالطريقة اللي ترضى فيها عني وقت كنت صغير ستي كانت دائماً تقلي الواحد ما لازم يقطع أمل ويرمبو وكيف ما بينقطع الأمل ما بعرف بس هي كانت تقول ورجيني الشي طريقة الخلاص لا تتركني لحالي يا رب هاي أول مرة بجي على بابك لا ترجعني خاصة يلا يا ابني تعم شان تتوضى رح نتأخر على الجماعة ميرنا ميرنا كل شي بيخليني انتمي لبيت قرة كل شي عن نتيبي سببي رح ينتهي وما رح ينعاد بنوب ميرنا الحمد الله على السلامة أزمي وراحت يلا اركبوا معي لاشوف قلبي ما طاوعني بعتلكم حدا ياخدكم فاجيت بنفسي لهون يلا اركبوا ايه طبعا ايه ايه يلا بوسية يلا بوسي ايد عمك أبو جوزك حتى نمسح الماضي تماماً وخلينا نكمل طريقنا متل أبو بنتو شولتي مدام قدرتي تمسح الماضي مع ابني تايم كمان نحنا لازم نمسحوما هيك مظبوط ايه هيك بدي اياك يا ابنتي ايه يلا طلعوا لاشوف ايه ها المرة قدرت احصره يا معلم ليك وصار بالجامع هلا بهيك يوم بالذات وبهيك لحظات بستاهل منك هيك خبر ملوكي برافو عليك اسمع لقلك حبيبي بدي اياك تحطون بشي علبة مرتبة وتبعتون على عنوانه يا ابو ضاهي ايه صحيح كنت رح انسى كله بسبب هذا التليفون مسكي هي افتحي شوفي شوفي بقلبها وانا حابب اعرف كذب كل هدول كذب شو هدول الوراق بابا والله انا كتير سألت قوي الشوارب بوقتي عن هاي القصة قلتلو يحكيلي شو هدول الوراق بكرا البنت بتكبر ورح يجي يوم تسأل فيه عن اصلة وطبعا هي رح تتزوج بيوم من الايام واهل العريس بدن يعرفوا اصلة وفصلة اللي هي البنت وحضرتك رح تعمل تحقيق عن ميرنا ما هيك؟ والله انا ماني عرفان انت ليش عم بتسمي هالشي تحقيق هدول شويت وراء لا اكتر ولا اقل بصراحة انا ما كنت بعرف شو كان في بهالظرف عن جد ما كنت بعرف ميرنا ما صدقتني وقته وصفت مع ابوه الله يسامح هيك يا بنتي بس انا وقته بلشت شك يا ترى زاكرتي للساعة تعوية متل قبل ولا اعمل منيحة مع كنتي الحلوة قلت يا ترى صحيح ابو الشوارب ما قتل على العيلة؟ حاج اصلا انا ما بدي اي منيحة منك بكفي حاجتك بقى تفتري على ابي لك شو بدك منه؟ هذا ابي ابي مشانك تركني وماعد بده يجي لعندي لا تطمني رح يجي ما رح تلاقي إلا غير صار عندك لا تستنى صلات هالزلمة بالأصل الممقبولة هيفرصوا ايجتك فوت لجوه وقرب عليه ولما بيكون جبينوا على الأرض بها اللحظة حميل المسدس وحطوا على رأس هالخاين الغشاش واجيبوا لهون موسيقى 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 لك شو عم تعمل يا مليك؟ وصلت معاك انك تفوت ع الجامع بالبوت؟ موسيقى وترفع سلاحك على واحد واقف وعن بيصلي كمان تعي سلمي عليك انتك يلا بدي اياكي الدليليه منيح من اليوم ورايح ماشياني هال ايه وكمان بدي تحطيليه الصحن الزيادة عالطولة وانا رح ابعد جيب قريبنا لعند بنته ميرنا يلا لاشوف يلا تعي فوتي يا بنتي انت بني آدم بالاخر الا ما تغلط بس الغلط الاكبر انه نستمر بالغلط وما نتعلم منه بس اذا رب العالمين اتطلع بوشك يا ابني بيكون عم يعطيك فرصة لحتى التوب بس اللي آيش بمستنقع يا حجي شو ما عمل ما بيقدر يطلع منه وقت بينوي الا ما يلاقي شي طريقة لا يطلع ما لازم نيقس ابدا ومشان الواحد ما ييقس لازم يطلع حاله من مستنقع ماهي بيقولوا بكتب التاريخ انه كان في واحد ظالم قتل تسعة وتسعين شخص بعده صحي على حاله ندم كتير ولما حب يتوب دلوه على واحد من الرهبان راحوا حكاله امن راهب قال له زنوبك كبير يا وربك ما رح يغفر لك شو ما عملت ما في فايدة يعني متل ما قلتلك انا اسمعني منيح القصة ما خلصت اعطينا شاي ازا بتريد تكرم عينك حجي فقال مدام قتل التسعة وتسعين خليهم مية شو بتفرق بقتل الراهب قال لحاله مدام ابريق المي الا ما ينكشر خليني اكشره بايدي لا امو هيك الزلمي اللي ضميره صحي فجأة ضل عم يسأل على طريق التوبة قاموا دلوه على شخص حكيم بعد ما سمع منه قال له ما في غلطه ولا في زنب الا وقلن طريق للتوبة نصحوا يروح لمكان ما حدا يعرفه فيه ويبدأ حياة جديدة وفعلا هالزلمي عمل بنصيحته سافر بس هو وعالطريق الله اخذ امانته يعني ماتوا ما لحقيتوا ايه صحيح بس الله بيعامله بحسب نيته قبل ما يموت وبيغفر له زنبه شو ياللي بيأكدلك انه الله رح يغفر له يا سيفة فندي هذا الحكي مو من عندي إلي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو اللي قال هذا الحكي ليكم الشيخ محمد ياتا خلونا نسلمان السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته جدي محمد بابا وماما بيسلموا عليك كتير الله يسلمك ويسلمون الله يرضى عليك يا ابني قلولي لشوف كيف دراستكون لي حادل الرياضيات ما بقدر افهمها شو عمل بس بالتاريخ علاماتي منيحة كتير التاريخ مهم كتير ما شاء الله بس الرياضيات جزء من حياتنا لازم نحبها لأنه علم مفيد شرخي أنا كتير بحب الرياضيات قديش هالولاد أبرياء قديش في ولاد عقل الكبير الله يوفوكم حبيبات وعاكوا لا صوت لو كنت مكانك بسكت وما بلضع حالي بالجامع فهمتوا لا فيه تليفون لازم أعمله أي ممتاز بك الدكتور هو لي أمر هيك ما لازم نخليك تنفعل حتى ضغطك مايرتفع أكتر أنا مفارقة معي ما رح أسمحلوني كذب ويشوغوا صورتي بالأخبار هاتي لأشوف ما بيكفي أني معارفان هالطلاب شو عم يخططو بس أنا مولئ مساء اللي بتم حدا أحسن أن يعدوا يفكروا بشي طريقة يهربوا فيها من تحت إيدي ممتاز بدأ يتوضح ما وراء الستار في قضية تونابانك وحسب التفاصيل التي ظهرت من الإدعاءات أن توجيه واقتناء أقنية التلفزيون والصحف واستخدام قوة البنك الاقتصادية تشكل الخطوة الثانية في المخطط الذي يتبعه هذا الرجل والجدير بالذكر أن هذه القوة الاقتصادية والاجتماعية ستستخدم كعنصر أساسياً في إعادة تنظيم الوسط السياسي في كافة القطاعات والمؤسسات وهناك دعاءات ما زالت تتردد بتخصيص أموال نقضية جاهزة من أجل تحقيق هذا الغرض وتتزايد قوة الاتحاق بابا يرودي شوي الله يوقعك بابا الذي ودأ كل هذا المخطط هو ممتاز صاروخان كذب جبت السندول الأسوات ممكن أفهم ليش أجيت لكان لك إمتى رح تشتغل شغلي وتكملها للآخر يا بلال شو يعني كمل أنا ما عم مقصر أبداً ما في ليلة من عمري ما عم فكر فيها كيف بدي خلص على هذه الزلمة أنت مفكر أني ما بتمنى أنكش له كل دفاتره إذا بدك تكشفه وتفضحه مش هان المال والقوة فأنا بدي ققتله مش هان تمي وروحي خلص بابا روحي أنا آسف بلال هالحقير هدأت الأبي إدام عيني عم مسمعك شو عندك أي ماشي استنى بلال أنا بدي أجي معك لا أنت خليكي هون عند أبوكي وأنا خليني روح أعمل شغل بترفع راسي وبتريح أبي بقبره لو أنتوا كمان كنتوا تربيتوا بالميتة أم كان أحسن للكون لأنه هنيك كنتوا عرفتوا كيف تستنوا كبير العيالة ع السفرة لأنه وجود شخص كبير ع السفرة بيثبت أنه النعمة رح تتوزع الكل بعدل أه وهي مثل ما وعدتك جبتلك أبوكي لهون لعندك يلا تفضل على أكل إنما أيردد أثى كيف تربيت لك أثى 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 ايه الاسبوع الجاي العزيمة رح تكون عندكن ناكل ومنحكي براحتنا شوف من قيمتا وانا عم بنصحك يا كربجلي ما قلتلك خلي بنتك تعرف كل شي عن عائلتها وعموما خلص بكرة بتعرفنا عليهم واحد واحد ماشي ومشان معازيم العرس لازم نعود نحضر قائمة بالمدعوين على العرس وانتو بتعدوا بتكتبوا اسماء رايبينكن ع نفس الورقة مم؟ اشتركوا في القناة خير يا صهري شولا وين اميت شبك الاكل عمل لك سوق هضم ما هيك ليش عم ترمي الاحجار انت ولا انا لك ولا لا تخليني عصب وتفشش فيك ها تقدر جرب لطعميك الاحجار انا مرشيك هو قاعد جوع عم يأكل روس وانتو هون كل واحد فيكم بدو يطعمي التاني حجر كأنه ابوكي ساكيت لانه ما اللي اهله السهلة الاسبوع الجاي تعول عنا شو رأيك انو العزيمة تكون عندكن الاسبوع الجاي بس نحنا ما في عنا قلبومات صور للعيلة لحتى نخليك تتفرج عليهم ولا في عنا قرائبين نعزو ما علي العرس لا بكفي بابا شو قصدك من هالحكي استنى شويتين انا بدي بابا اللي يجاوي ايه بابا ليش نحنا ما في عنا عائلة ولا عنا قرائبين ليش ما في غيرنا نحنا اتنين ليش؟ انا ما قلتلك من زمان يا كربجلي غنيلة زنوبك بأدنيها مشان تقدر تستوعب اللي صار وقت تكبر احكي لك كيف فتت انت ورفقاتك على بيتهم وكيف قتلت ابوه وامه لها المسكينة بكل اسوة احكي لها مشان وقت تكبر تستوعب وتقدر تتقبل وحكي لها كيف شفت واخدت بعضين ايه؟ سابحيني يا بنتي سابحيني ميرنا 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 لك استنى واقف short تركني اروح بعد عني هيك تركني اللي حالي ما عزت يا حدا امني تركي لحالة شوي هلأ ابتهدى هي بحاجة تضل حالة شوي لأ امي ما بقدر اتركها بتعرفي شو عملت بحالة من قبل بموت موابة تركها تايم تايم يا أبني رجع يلا كل صح أو خنع بيك موتني هون موتني خدوا من هون حبسوه جوا واستنوا خبر مني يلا يلا بيك بيك وش وتس عطاق سكوت مشي سامحيني يا بنتي سامحيني صحيح أنا غلطت كتير زمان بس أنا كتير حبيتك مثل ما يا أب بيحب أنتم سامحيني يا بنتي مو Squee بيحب ل simulated TT بيحب لحب يما أبن احنا كلنا جنبي ميرنا ميرنا هدي حالك يا حبيبي تركوني تركوني لحالي يا ميرنا 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 تركوني عدي خلص هدي شوي تركوني بطيعة حالي اهدي اهدي يا عمري ميرنا بترجاكي تهدي يا حبيب تروقي شوي روقي خلص ايه؟ انا همقول لا تلوت ايدي هيك بالدم انت بتعرف انو هالشغلات ما بتمشي هيك لحالي يا ابو الشوارب تذكر بلال وامه يا ما ترجوك كتير بزمان انو انت ما رديت ابدا لا لا انت فهمتني غلط ما عم قلك هيك مش هما تموتني تركني اضغط بايدي على زناد المسدس لحتى عاقب حالي بحالي انا اه؟ حاجتك با سكوت وحاجة تتبكبك با بالله عليك لا تطول علي القلم اكتر من هيك يعني قررت وهون تنتقموا مني ما؟ هذا نفس المحل الي انضربت فيه بنتي كل تعبي رح ينتهي هون بهالمحل انت شلون اشتغلت كل هالسنين هاي عند كازم قرأ اه؟ اقل شغلة بتخليك تبكي والله يمكن عيونك بتشرق اذا شفتلكش فيلم حزين على التلفزيون وانت الظاهر ما تفرجت على افلام الاكشن لحتى ما تطلعت على الكرسي الوراني قبل ما تسوق وهلأ حط المسدس يلي بايدك عند رجليك وانزال شوي شوي من السيارة يلا يلا انا مالي ناوي يخليك تنتقل اللي رحمته بس لا تخليني اضطر اني عملها لا تتحرك بايدك بعدوا بعدوا عن بعض رجعوا يا هلا ابقوص حالي وبعدا ورجوني كيف حتروحوا تدموا حساب حرام عليك يا اخي لا تنسى انك اليوم رحت عالجامع مشان التوب وانتي حط السلاح من ايدك يا هلا بيت الحالي يا هلا بيت الحالي كازم من زمان كنت بدي هالبنت لانه الوحيدة اللي بتهدي جنان ابنك بس هلا اهي صارت مجنونة اكتر منه يا خوفي لا يجنوا على بعض بالايام اللي جاي لا تخاف يا نهال بكرا الاب وبنته رح ياكلوا بعضن البعض وما رح يلقوا وقت لأي شي تاني مستحيل كنت اتصور ابدا اني ميشال موت براحتي رح اضطر اربط ايا حدا فيكن يا الله يا الله يا الله يا الله ما لناوي ادرك هالدنيا قبل ما اطلوب السماح من امك لقيني بكرا الصبح بالبيت ومن هون لوقت اذا بتحضر خطة من شان اتحطم كازم انا معك ومن هون لباع عدلات في الكلافل يروي إيه يا الله يا الله حميني ابني وأدي لي يا رب يهيه حاشته بقه حبس حاله جوه انا بعرف كامل كيف طالعوا من قوتوه؟ شش، خوزان شباب هالقيام ما فينا نعملون بهي الطريقة اي شوفي لكان افتحي